مرحبا بكم أصدقائي مشاهدي قناة قوي عقلك الكرام قد لا تفكر كثيرا في الإطارات إنها تلك الأشياء الدائرية المطاطية والتي أحيانا تكلفك الكثير من الأموال لكن الكثير من التصميمات والتكنولوجيا الحديثة تهتم بالإطارات والإطارات ليست كلها كما نعرفها فهناك مجموعة رائعة ومذهلة من تصميمات الإطارات التي لن تصدق أنها موجودة بل وقد تعتقد إنها سخيفة هيا بنا نتعرف على هذه الإطارات المذهلة لكن قبل أن نبدأ ندعوكم للاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات ليصلكم كل جديد لقد كان وقت الخمسينات عندما تم ابتكار هذا التصميم الغريب تخيل أنك لا تصبح فقط قادرا على اختيار لون سيارتك ولكن أيضا يمكنك اختيار بعض الإطارات الموضية مصنوعة من مطاط صناعي ويمكن تغيير لونها ليتناسب مع احتياجاتك جريدة شيكاغو تريبيون تكافلت بمصاريف صناعة وتطوير هذه الإطارات حسنا لو نظرت إلى الإطارات بمعايير اليوم فستجد أن التصميم غريب بالطبع بدت لطيفة وجذبت المزيد من الاهتمام إلى سيارة الأمريكية في الخمسينات ووقتها قررت جوديهير التدخل في الأمر وأضافت إطارات حمراء لامعة على سيارة دوج بولاريس وتم قيادتها في وسط مدينة ميامي اندهش الناس جدا وتوقفت المرور بأكملها لإلقاء نظرة على هذه السيارة ذات الإطارات الحمراء اللامعة ولكن هنا حدثت مشكلة بدأت سيارة أخرى بالانخداع باللون الأحمر اللامع واصطدمت في سيارة أخرى وتم إيقاف عمل مثل هذه الإطارات عمتا لو كان لديك فضول لمعرفة شكلهم الحقيقي فيقال أنهم يشبهون الإطارات التي ظهرت في فيلم سيندرفيلة السيارة في الخمسينات كانت ذات حجم كبير ومشاكل الركن ليست بأمر جديد على الولايات المتحدة ضع مجموعة من هذه السيارات في جانب الطريق وحاول أن ترك وسطها فقد حاول أن تكون عبقري أو انسى الأمر تماما ولكن في الخمسينات ابتكر أحدهم فكرة وجود إطار خامس خلفي للمساعدة في الركن في حالة وجود سيارة أخرى كبيرة تسد المكان فقد تعلق سيارتك بين سيارتين ولا تستطيع إخراجها وهو ما يعتبر مشكلة كبيرة خاصة لو كنت ذاهبا إلى العمل ولكن فقط قم بإدارة المفتاح أسفل اللوحة الأمامية وستخرج عجلة خامسة خلفية وتقوم برفع العجلتين الخلفيتين عن الأرض لتسمح لك بتحريك ورفع العجلتين الخلفيتين لأرجحتها في أي اتجاه وبالتالي يمكن إخراج السيارة فمع وجود هذه العجلة الخلفية فإنه يمكن رفع وأرجحت الجزء الخلفي بأكمله ويمكنك هكذا إعادة السيارة إلى الطريقة أرى أنه ابتكار رائع ولسبب ما لا نعرف لم نعد نستخدمها اليوم ما رأيك أنت؟ ربما تحاول شركة ليكزز إثبات أنه يمكن الحصول على قيادة رائعة حتى لو كانت الإطارات سيئة ولكن ما رأيك في حالة وجود إطارات مصنوعة من الثلج؟ قررت ليكزز إمداد سيارتها بإطارات مصنوعة من الثلج بمساعدة خبراء شاركوا في نحط تمثال هاملتون عيس والذي حوال الثلج إلى إطارات مثالية الشكل والذي بالطبع صنع تماما من الثلج السيارة نفسها بها نقوش ثلجية مباردة ويتم تعرضها إلى حرارة فيزر لمدة خمسة أيام لدرجة حرارة ثلاثين تحت الصفر درجة سيليزية والتي تترك السيارة مغطاة ببقعة سميكة من الثلج استذرق صناعة الإطارات ثلاثة شهور من البداية لنهاية ولكن الأمر قابله اثنين من التحديات أحدهم هو صناعة معدى الليكزز المصنوعة على شكل حرف V الضروري للإطارة وإطارك هما الشتوية بدقة عالية أما التحدي الثاني فهو أن يكون قويا بما فيه الكفاية ليدعم السيارة تم عمل الأمر باستخدام أدوات وطرق نحط على الثلجة تقليدية واستخدم ماسخ ليزر متطورة وتصميم ثلاثي الأبعاد بواسطة الكمبيوتر النتيجة النهائية لرؤية هذه السيارة وهي تسير على إطارة زرقاء تلجية هو أمر متهل ولطيف لا يمكن أن نقوم بعمل قائمة للإطارات المجنونة ولا نضع هذه الإطارات المربع لو بقيت معنا فترة أطول ستتعرف معنا على مجموعة من أغرب الأفكار تشعر أن هذه الفكرة غبية ولو فكرت في ما ستصبح بعد ذلك ستجد أنها لن تصبك إلى أي مكان تم ابتكار شيء مربع يشبه الإطار ببطانة مطاطية سميكة الفكرة كانت أن ترى هل سيصبح التحرك أكثر سلاسة لو تحركت السيارة بسرعة أكبر أعتقد الكثيرون أن السيارة لن تتحرك أصلاً ولكن المذهش أنها تحركت فالبداية كان الأمر سلس ولكن أول ما لمست هذه الإطارات الغبار أصبحت قيادة صعبة وفقد صاحب التجربة آدم جيمي يسيطر على العربة قرروا عمل المزيد من الاختبارات وإزالة الإطارات وربما تقطيع السيارة إلى قطع صغيرة لكن لا أعتقد فعلاً أن الإطارات المربعة ستصل بنا إلى أمر ما انتقالاً من أسوأ فكرة إطار نذهب إلى فكرة رائعة حقاً هذه الإطارات يمكن تغيير شكلها تماماً فيمكن أن تتغير من إطارات دائرية إلى إطارات متلثة في ثانيتين بينما تقوم بقيادتها هذا النظام تم ابتكاره بواسطة داربا ومركز الروبوتات والهندس العالمي بجامعة بارمي جيميلون هذه الإطارات قادرة على تغيير شكلها مما يسمح للعربة بالسير على أي نوع من الطرق وستعمل بكفاءة على الرمال أو الطين أو الثلج بزيادة مساحة الاحتكاك والصحب للعربة يبدو أنه لا يوجد نقص في الأفكار فيما يتعلق بالإطارات فجركة صناعة الإطارات تانكوكا علنت مؤخراً عن نوعين من الإطارات الإطار السداسي والإطار إيروفلو الإطار السداسي مصنوع لسيارات القيادة الأهلية وفكرة الأساسية هي منح الركاب الرحل لازم الإطار مقسم لأوحدات سداسية صغيرة والتي تبدو أنها تنفصل وتخلق خنوات للماء وكمجموعة يوجد في منتصفها شكل واسع يتمدد من على السطح ليضيف ثبات أكبر تبدو لو كانت إطار متحولاً آخر ولا يوجد به أقل من سبع مستشعرات مبنيين بداخله يعملون على ملاحظة وتحليل أشياء مثل الثبات والحرارة والسطحة أما إطار الأيروفلو فهو إطار رياضي واسع وكبير ويمكن أن ينفصل من المنتصف ليصبح أكثر التسعاً به نابض توربيني في المنتصف والذي يمتص الهواء القادم خالقاً قوةً لأسفل أو تطلب الأمر هذه أمور عالية تقنية لن تتخيل أن تراها سوى في أفلام الخيال العلمية لو نجحت في التسويق لشيء بطريقة فريدة من نوعها فستنجح حقاً في لفت انتباه المستهلكين كارول وارون كانوا يتناولون كوبين من الجعة وقد لاحظاً أنه يوجد الكثيرون مما يفضلون قيادة السيارات في المدينة وقد توصلوا إلى فكرة أن الدرجة ستكون وسيلة دعاياً ممتازة جداً خاصة بعدما وجدوا أنه يتم أربعمائة ألف رحلة تتم عن طريق ركوب السيارة ولكن لا أحد يرغب في وضع شيء على دراجته أو أن يسحب وراءه شريط أعلان سخيفة ولكنه محتاج إلى فكرة ضريفة والتي كانت إطارات كينامو إطار عبارة عن لوحة تشبه شاشة عرض ثلاثية الأبعاد وهي عبارة عن مزيج من قطع المغناطيس وشاشات الإضاءة والشرائح وعندما يتحرك الإطار يخلق وهم أن المحتوى يطير في الهواء يبدو كما لو كان هوليجرام ثلاثي الأبعاد استغرق الإطار عمل ونصف لتتم تطوير نموذج أولي منه وهو مفيد فتستطيع شركات الاستفادة من هذا النوع من الإعلانات المضيئة أمر رائع فعلاً ولكن السؤال الحقيقي هل من الممكن أن تضع هذا الشيء على درجتك للإعلان؟ يمكنك أن تحصل على قدر جيد من الأموال وبالطبع ستلفت الانتباه تخيل أنك تمتلك إطاراً يستطيع التحارك في كل الاتجاهات بجانب كونه إطاراً لعربتك هذا هو ما تفعله إطارات اليد يارد الإطارات عبارة عن مطاط فوق سير دائرية يمكن ويجعل المطاط يتحرك من الخارج للداخل أو من الداخل للخارج لما يسمح بتحريك السيارة تقريباً في كل الاتجاهات وجانب الطريق أيضاً الفكرة جديدة جداً ولكن السؤال هنا إلى متى ستدوم الإطارات فعملية التمدد هذه بالطبع تسمح بالحصول على قيادة سالسة وناعمة هذا أمر جميل جداً لتراه بصورة عملية أمام عينيك لقد وجدنا فيديو ممتع لإطارات دوئت يورسيلف سوبر سبيكت موتو وحيث تم تعديل الإطارات بطريقة معينة لتكون أكثر فعالية في التسابق على الجليد ولكن مهما كانت الطريقة المستخدمة بسيطة فمن الصعب تخيل أن تقضي وقتاً طويلاً منحاً فوق الإطار لتعديله حسناً أن الطريقة تستخدم حقيبة كبيرة من المسامير المعدنية والمفكات وتحتاج إلى صبر شديد حيث يتم وضع المسامير داخل الإطار في كل ركن فنجد أن الإطار الواحد يحتاج من خمسة آلاف مسمار إلى عشرة آلاف مسمار هذا عمل كثير فعلاً بالطبع أعتقد الكثير أن هذا سيفسد الإطار أو رمما سينفجر الإطار ليرسل كل المسامير في الهواء بينما قال الآخرون أن الأمر سيصلح حسناً ما رأيك أنت في الجيش إنه لأمر فضيع أن تكون في عربة حرب وفجأة توقف عربتك بسبب أن الإطار أصبح فارغاً من الهواء ولكن هذا لي يحدث لو كانت عربتك مجهزة بهذه الإطارات بها خلايا تشبه بيوت النحل مفرغة حيث تعطيك نفس قوة وخصائص الإطار العادي المليء بالهواء هذا الإطار ذو 37 بوصل فارغ من الهواء هو مقاوم للرصاص والقنابل وشكل النسيج داخله رائع جداً إن تجربة قيادة هذه العربات بهذه الإطارات ممتعة حقاً حتى أنك لن تتعرض مطلقاً لحدوث خرق في الإطار يمكنها أن تتحمل هجوم آيد ويمكنها أن تجعل شرعة السيارة تصل إلى 50 ميلاً في الساعة وهو أمر رائع عند محاولة الهربة ما زال هناك الكثير قادم وجودير دائماً في مقدمة الشركات التي تقفز لعمل شيء جديد يبدو أن الشركة توصلت لفكرة إطار يشبه الكرة بالطبع هذا الشكل يعني قدرة على المناورة لمثيلة لها فأنت يمكنك تحرك سيارتك في أي تجاه تريده الإطار المسمى بجودير إجل 360 سنراه أولاً في السيارات الفائقة وهو ما سيسمح لأي سيارة بأن تتحرك داخل أو خارج أي موقف صعب يبدو أن الإطارات لها قوة احتكاك نقل على الرغم من حقيقة أنها تمتلك مساحة أكبر ولكن هذا بسبب طبقة الفوام التي تتكون أسفل الإطار فسوف تقلل الإنزلاق بالإضافة إلى الشكل الدائري الذي سيزيد من الحركة الطرفية نتمنى أن يكون الفيديو قد أعجبك لو كان الأمر كذلك نتمنى أن تشترك في القناة وتضغط على إعجاب شكراً لكم وإلى اللقاء